نفس الشيء إذا فكرت في أن إنه أجتاز المهمة هدي إذا حطينا براسة إنه نجتازها حنجتازها هلا إجتيازها ووصولنا لإنهاء المهمة هدي بالنجاح اللي بدنا إياه واللي إحنا حطينه براسه طبعا هاي مش مرحلة بتمر بطلوع ونزول بطلوع ونزول وهاي مرحلة طبيعية يعني ماك في شي بيمشي بالسليم ودائما مية في المية بالاتجاه الصحيح تتوصل للهدف في ناس ممكن يوصلوا للهدف بسرعة لأنه عندهم مهارات وعندهم مقونات بس في ناس دانين ما عندهم هاي المهارات بوصلوا للهدف بشوي التأخير يعني بوقد منهم وقت أكتر هو نفس الامتحان ونفس الأسئلة في ناس ممكن يدرسوا خمس ساعات عشان يشتازوا الامتحان وفي ناس ممكن يدرسوا الساعة عشان يشتازوا الامتحان بس اتنين بيشتازوا الامتحان اللي ما عندهم المهارات هاي بيشتازوا الامتحان بديوا وقت أكتر بس في النهاية بيشتازوا الامتحان فمن هون أي شي بنحطه وجهه وجهه لإلنا وبنقتنع فيه وبننا نحققه في حياتنا أي شي بغض النظر أي شي إذا اشتغلنا على الموضوع هذا ووضعنا الهدف دايما كدامنا بنشتغل على الموضوع هذا وحنوخد اللي بدنا إياه حنوخد اللي بدنا إياه بس الموضوع بديوا صبر بديوا محاولات بديوا طلوع وهبوط طلوع وهبوط طول الوقت بس بديوا يكون هذا بيعتمد على قدرتك على التحمل فقط إنك تحصل على الشي هذا إذا بدك تحصل عليه بتحصل عليه بيعتمد كديش بتقدر تتحمل كديش بتقدر تصبر كديش عندك استعداد تعطي وتشتغل على الموضوع هذا لأنه موضوع متعب وكديش تضحيات ممكن تضحيها عشان تحصل على الموضوع إذا أنت مستعد تقدم كل هذه الأمور حتحصل على شقع كل شي بالذكية في حياتك